وللحديث عن هذا الموضوع معنا من الرياض الدكتور فيصل الشريف استشاري غدد صماء وسكري على الأطفال أهلا وسهلا بك معنا دكتور فيصل في أم بي سي في أسبوع مساء الله بالخير يعني السكري منتشر في مجتمعنا السعودي السمنة منتشرة لدينا وخاصة بين الأطفال لكن دائما يعني ما تكون هناك أسباب محورية لهذا الداء السكري عند الأطفال تحديدا دكتور يا أهل وسهلا مساء الخير عليكم مساء الخير على أستاذ المشاهدين شرفني أن نكون معكم اليوم صحيح موضوع السكري لازم يأخذ حيث من اهتمامنا مهم جدا أن نذكر نقطة أنواع السكري قبل أن ندخل في أي تفاصيل ثانية في كذا نوع السكري لكن أهم نوعين هي السكري النوع الأول والسكري النوع الثاني سأتطرق الثلاث فروقات رئيسية بينهم بشكل مختصر السكري النوع في ثلاث نوقات رئيسية لعمر الإصابة الباثف السوليجي أو الأسباب والوقاية والعلاج عمر الإصابة بالنسبة للسكري النوع الأول يكون في الأطفال عادة من عمر الرضاعة إلى عمر المراهقة وبنسبة بسيطة جدا ممكن يحدث في الكبر أسبابه عادة أسبابه تكون أسباب مناعية أجسام مضادة تهاجم أماكن الإفراز في البنكرياس أماكن إفراز الإنسلين اللي هي خلايا بيتازل وبالتالي يكون فيه انعدام في إفراز الإنسلين والتالي يكون فيه ارتفاع في مستوى السكر لمستويات عالية عادة طبعا الوراثة تلعب دور بسيط جدا لكن ما هي مثل أمراض الوراثية الثانية كون مثلا زواج الأقارب يلعب فيها دور عالي جدا وتكون الإصابة فيها عالية إذا كان احد الوالدين حامل المرض هي بعكس ذلك تماما العلاج في السكر النوع الأول سكر الأطفال يعتمد فقط على الإنسلين من إبر إنسلين أو مضخات إنسلين والعلاج عن طريق الفم ليس له دور على الإطلاق في تنظيم مستوى السكر في النوع هذا السكر النوع الثاني عادة يحدث في الفئة العمرية من عشرين سنة وأكثر لكن في السنوات القليلة الماضية بسبب انتشار السمنة بين المراهقين والأطفال نسبة إصابة السكر النوع الثاني في الفئة العمرية هذه صارت أعلى من السنوات الماضية حالية واضح أسبابه طبعا السبب الرئيسي بالسكري النوع الثاني هو السمنة بالغالب إفراز الإنسلين يكون طبيعي أو أعلى من الطبيعي لكن هناك خلل في استجابة الأنسجة والأعضاء للإنسلين وقايا منها عادة بالالتزام بحمية غذائية جيدة والتزام بعمل تمارين بشكل دوري إذا كانت الإصابة خلال فترة قصيرة ممكن الشفاء منه بالحمية الغذائية وعمل جهد بدني بشكل دوري لكن نرجع بس الليل يعني مثلا لو إحنا تكلمنا عن إصابة الأطفال بالسكري نعرف أنه زي ما ذكرت أنه سبب قد يكون وراثي وقد يكون شيء يتعلق بالمناعة بناعة الطفل ولكن في أطفال قد يصابون بمرض السكري وهم عمرهم أشهر يعني شهر شهرين ثلاثة والطفل ما يقدر يشارك أهله في ذاك الوقت أي أعراض قاعد يحس فيها فلأي درجة في صعوبة عند الأهل إنهم يكتشفوا أن طفلهم مصاب بالسكري وإش الطريقة اللي يقدروا من خلالها يعرفوا يعني هل لازم يكون في فحوصات دورية للطفل هل في علامات تبان على جسد الطفل عشان يقدر الواحد مثلا يشك أن طفله مصاب بالسكري سؤال جيد طبعا فيها علامات رئيسية للسكري اللي هو مثلا تشرب الماء بكثرة التبول بكثرة نقص الوزن في الأطفال اللي سبق دربوا على الذهاب لدورات المياه عزوكم الله والحمام صار والله صار في حدوث لتبول ليلي لا إرادة على غير المعتاد هذه واحدة من العلامات الأطفال الرضع صحيح ممكن يصابوا واحدة من العلامات اللي ممكن ينتبهوا لها الأهل لها اللي هي يكون عادة الحفاظ ممتلئ بشكل كبير وتغيروا أكثر صار أكثر من معتاد ويكون حجموا عادة أو ثقلوا أكثر من معتاد هذه مرات من النقاط اللي تنبه للأهل أنه في خلل معين ويحتاجون استشارة طبية للتأكد طيب دكتور في النوع الأول والنوع الثاني ربما يتم استخدام إبر الأنسلين وأيضا أيهم أخطر على تبعاته في تبعاته في تأثيراته على مستقبل الطفل طيب هو طبعا عدم انتظام السكر لفترات طويلة يرافقه شدة في مضاعفات السكري وكلما كان انتظام السكر في المستويات الطبيعية كلما كان حدوث المضاعفات أقل بإذن الله طبعا من ضمن المضاعفات اللي هي اعتيال الشبكية مشاكل القلب لوعية الدموية مشاكل الكلا مشاكل العصاب في الغالب بالعادة إذا كان السكر زي ما تفضلنا أنه في المحسنة الطبيعية بإذن الله المضاعفات تكون أقل السكري النوع الأول بناء على الدراسات أقل شدة في المضاعفات من السكر النوع الثاني وسكر الكبر وبشكل عام بإذن الله أقل مضاعفات تحدثنا الدكتور فيصل عن دور الطفل في تخطي هذه المشكلة مشكلة مرض السكري عند الأطفال لأي درجة وعي الطفل أو مشاركة الأهل بعض النصائح أو أنه لا تأكل هذه الأشياء أو لازم تعلمنا لما تحس بعض الأعراض مهم أيضا وضروري صحيح هو طبعا ضروري التزام العائلة كاملة بنظمة غذاء صحي يعود عليهم بالنفع يتشاركوا في والد ووالدة الطفل أو الطفلة نرجع بس النقطة معينة أن السكري وتناوله السكريات ليست سبب في حدوث السكري نوع الأول ممكن مع الوقت ممكن أن تسبب سمنة وحدود سكر نوع ثاني صحيح ممكن لك السكر الأول ما هي سبب لكن الغذاء الصحي وعمل الرياضة والتزام بجرعات الإنسولين هذه تضمن بإذن الله أركان ثلاثة للإلاج تضمن بإذن الله استقرار مستوى السكر في الطفل طبعا مهم جدا أنه خصوصا العمالة الصغيرة أن الأهالي يتشاركوا مع الطفل حتى نتائج التحاليل نتائج القراءات اليومية يشجعوا والله إذا كانت في قراءات جيدة يحثون والله يعمل التحليل بنفسه يعني يأخذ القراءة بنفسه يشاركوا برضو في قرار جرعات الإنسولين وقت الوجبات هذا نوعا ما يعني النوع الأول أو النوع الثاني السكر النوع الأول معتمد تماما على إبر الإنسولين أو مضخات الإنسولين السكر النوع الأول إذا حدث كل شيء بيد الله لكن بالغالب مرض مزمن لا يمكن الشفاء منه لكن السكر النوع الثاني إذا التزم الشخص بالحمية الرياضية والتزم بتغذية أو بحمية غذائية جيدة وكان خلال السنوات أو خلال الفترة القريبة من الإصابة نسبة الشفاء منه جيدة جدا لكن المطمئن في موضوع برضو السكر النوع الأول يعني لما نقارن وضع السكر النوع الأول قبل 10-15 سنة والسكر النوع الأول الآن في تقنيات العلاج في أنواع الإنسولين سهلت كثير الحمد لله يعني سهلت كثير موضوع العلاج أنواع الإنسولين يعني صار مستوى السكر أكثر انتظام منها عمليات التشريك على السكر سابقا كانت وخص يعني التفل يعني تم وخصه تقريبا 6 مرات إلى 8 مرات يوميا من أجل تشريك على المستوى السكر حالي التقنيات الحديثة عن طريق أجهزة حساسة لشركات كثيرة يمكن من خلالها التحكم يعني تشريك على المستوى السكر والتحكم فيه أيضا مضاخات الإنسولين مضاخات الإنسولين تعتبر أيضا فتح يعني جيد وممتاز للسكر فمضاخات الإنسولين لها سنوات طويلة لكن على السنوات القريبة الماضية مضاخات الإنسولين تضخ ذاتي وتعدل على مقدار الضخ بناء على قراءات المريض يكون معها مستشعر أو حساس يراقي مستوى السكر في الدم في عدة المضاخة تعدل من ضخ الإنسولين على حسب مستوى الطفل طبعا هي نتائجها من أهل الطفل وتحتاج بعض الجوه من الفريق الطبي المحارج ضيفنا من الرياض الدكتور فيصل الشريف استشاري غدد صماء وسكري أطفال شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات